أعرباً لرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه للتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاولة حل الأزمة بقطاع غزة وصولاً لحل الدولتين باعتباره الطريقة الوحيدة لضمان سلام أطول للفلسطينيين والإسرائيليين في كلمة له اليوم أكد رئيس الأمريكي على استمراره في العمل مع رئيس السيسي وأمير قطر لإطلاق صراح المحتجز سأستمر في العمل مع أمير قطر والرئيس السيسي ورئيس الوزراء نيتانياهو لنفعل كل ما في وسعنا حتى يطلق كل كل الرهائن وأنا ممتن للشراكات الشخصية مع تحقيقي ومع هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم ومع عملنا معاً حتى يتم تطبيق كل هذا والآن نريد أن نمدد هذا أكثر وسأستمر في العمل مع كل شركائنا لاتخاذ الخطوات الضرورية حتى يكون هناك مستقبل أفضل للمنطقة حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لضمان سلام أطول للفلسطينيين والإسرائيل ترجمة نانسي قنقر